عندي رسالة للأخ محمد نوري الدليمي الكربولي محافظة الأنبار ياريت طلعوا لي صورة الأخ محمد نوري محافظة الأنبار الجديد لأن أردقلها رسالة من أخ الأخو السادة محمد أنت اليوم تتحمل مسؤولية الأنبار استلمت هذه المسؤولية عليك أن تدعو الله أولا حامدا شاكرا لأنك استلمتها بظروف أفضل مما كانت عليه قبل أربع سنوات وقبل أكثر من كان الغزو الداعشي الإرهابي قبل عشر سنوات الأنبار أنت استلمتها اليوم وكان هناك عمل دؤوب من أجل إعادة بنائها والمطالبة باستحقاقات أهلها وأنت تعرف أن الكثير من أهلها لها المتضررين المدمرة دورهم النازحون ما حصلوا على تعويض عوائل الشهداء ما حصلوا على تعويض إلهم اللي منازلهم مدمرت المحافظة كانت معتمدة لربما الكثير على المنحة الدولية يجب أن يكون هناك مطالبة حقيقية من الحكومة الاتحادية بدعم حقيقي الأنبار ليستمر البناء بها هذا أول شيء أن تشكر الله أنك استلمتها بظرف أحسن وثانيا أن تدعو الله سبحانه وتعالى أن يمكنك أن تكون أخ وأب للجميع أنا حقيقة أنا استغرب واسمح لي أن أقول أستهجن ما كان يفترض اللي كان اللي سمعناه أنا ما موجود بالأنبار لكن اللي سمعت اللي كتبه ونقل أنه يعني الأستاذ الدكتور علي فرحان الدليمي محافظ الأنبار يعني أنت طلب أنه يكون هناك تسليم واستلام لهذه المسؤولية ويقال طبعا الله ما بينه وبين اللي جاي يقوله لازم أنت تتأكده أو ترفضه أنه أنت رفضت شون ترفض شون ترفض أن تستلم مني لقبلك المسؤولية شون ترفض أن تفهم شنو الأمور اللي عندها الإدارية على مستوى محافظة كبيرة تشكل أكثر مثل العراق أخي محمد نوري شون ترفض دكتور علي فرحان أخي محمد نوري يجب أن تستقبله وتفتخر بي قدم لك المحافظة أفضل من ما كانت مدمرة يجب أن تشكره باسم الأنباريين حتى الناس باشر تشكرك من لا يشكر الله لا يشكر الناس من لا يشكر الناس لا يشكر الله ولا تنسوا الفضل بينكم ما تشت تتوقع منك ولربما هذا خطأ بروتوكولي خطأ إداري من بعض المحيطين بيه كيف تتحقق بيه فأنا استماعت للمؤتمر الصحفي لدكتور علي فرحان الدليمي واللي قال والله أنا تتمنى أنه يصبح تسلم واستلام والدكتور علي فرحان أنتوا ديرة واحدة لازم تكون ويا أخوك ويا بن عمك الناس ترى ما تفرق بيناتكم كربولي دليم يكونكم دليم دليم النهاية القائم